أول شي حمد الله السلامة الله السلامة وغده شرك إن شاء الله الفلاباس يا رب اندمجت وياكم حتى نسيت السؤال اليوم حاضرته الرد حق المسرح والتلفزيون هما شيين يعني ما في أحد يختلف عليك فيهم فنان وبارز وهرم بس لما ندش بالأعمال السينمائية أعمالك السينمائية لاحظت الجمهور في منها ما شافها أو ما لاحظ وجودها رحت صوب الفنانين عمل نفس المشكلة في منهم ما يدرون إن حضرتك شاركت بأعمال فنية بالسينما فالخلل وين كان هل بالإنتاج كان ضعيف هل الإخراج هل النص فوين كانت المشكلة بالضبط سؤال رائع والله يسلبه شوية بد عنكم كل شر إن شاء الله المسألة والخلل فيه هو المنتج الفعلي اللي هو شركة الكويت السينما هي تاخذ العمل من المنتج المنتج يعني حابين الشغلاءهم كلهم شباب اللي يشتغلون حابين الشغلاء حابين السينما حابين إنهم يعني يطورون من نفسهم حابين إنه يخلقون نجوم إن كان على المسألة الإخراج أو التأليف أو التمثيل يحاولون قدر المكان لكن شركة السينما لا ما تشجعوا مع ذلك التشيع الحق والمفروض إنه يكون فيه جانب أو بند أساسي فيه تأسيس أي شركة أي شركة مشارطة أن تكون فنية أي شركة يكون فيه بند صغير دعم الثقافة والعذب فمشاركتك مع الشباب كانت مشاركة بالسينما كانت دعم للشباب ولا كان أنت شفت النص يسوى وقلت يلا بشارك فيه لأن أنا ما شوف فيه صناعة حق السينما بالكويت دعم للشباب الآن عندهم يمكن فيه إنتاج غزير بس غير مرحي فيه الآن يعني جزاهم الله خير تلفزيون الكويت ينزلون كل أسبوع ينزلون العمل لأول مرة يعني وينزل في التلفزيون شي حلو ما يخالف تشجيعا لهم تشجيعا لهم بس المفروض أن يكون التشجيع من الجهة الرسمية من الجهة المختصة خاصة شركة الكويت للسينما شنو معناتها للسينما إذن إنتاج وعرض يعني تسويق لهم اللي أخواني هذا الجمهور العرض اللي هو استثمر لكن أنا استثمر الجانب الثاني وأدي واجبي عليها واجب برا ليش باقي الفن خاصة راسق البحث فن المسرحي والسينما في دائمين يعني المسرح في بريطانيا خمسمائة مليون باوند سنويا يدخل عليه وهذه الخمسمائة مليون هذه كذلك يشغلونها ويطلعون منها الكثير يدعمون الشباب ويدعمون في هذا المجال يعني يدعمون الشباب المسارح على كل بريطانيا أمريكا نفس العملية ترى كل شركة في نسبة لو كانت ضريبة ولا كي يميه ضريبة جزء من هالضريبة يروح مثل ما يروح للتعليم يروح يروح للتشجيع الفن ودعم الآذاب والفلمون أنا ما كنت تدري إن الشركة موجودة أساسا بالأساس ما عندي فكرة أنها موجودة لأننا ما قاعد نشوف شيء عنها شركت اللي تقدم الدور هي اللي الدير دور عرض السينماي كلها كل كل دور السينما اللي عندها شركت لك وش السينما هذه من زبان من الخمسة وخمسين تقريبا من خمسة وخمسين للحين ما دعمت لا ما في شركة ثانية تنفسها ممنوعة ممنوعة الحين ليش ممنوعة من تقريبا خمسة وست سنين ادخلت اللي هي شركة فوكس شركة سكاي سينما وشركة كلهم تحت لواء شركة لا صارحين المنافسة مسموحة خلصت أخذ الاحتكار مانا ماخذين السينما اللي ببرج الحمرة مول هاي ماخذتها الشركة طيب هم دورها هذي لنا تدعم اماراتية اماراتية صحي شركة اماراتية دورها فاحنا عندنا طاقات غير عادية الاخراج تأليف كتابة النص السينمائي والممثلين ولكن هذين محتاجين دعم فعلا لان فعلا منتما تفضل السينما صناعة صناعة اذن لها شكل يختلف عن العمل الدرامي في فرق ما بين التمثيلية التلفزيونية والعمل السينمائي العلم السينمائي غير يعني لما عمل الصديق اول عمل كانت الدولوية دعم وزارة الاعلام معاه ووراه وكل الفنانين هذا بالابيض والاسود الصمت بعده كان وزارة الاعلام فيها قسم كامل قسم السينما كانت هذه من استوديوهات الدبلاج الى معامل لطبع الافلام وغسيل الافلام 35 ملي وين هذي كلا راح صارت مكاتب فالحين احنا محتاجين الى الاقل تؤسس شركة للانتاج الفني عموما شركة تستثمر في البقية وتدعم الاعمال هذا اللي نبي لكن هل هذه تقنع اي موسر او اي تاجر او اي شركة هذا الحجم لكن احنا مستعدين تجارك يعني ناخذ اسهم اسس استاذ ابو طارق محمد السنعوسي شركة الاذاعية كانت تذكرين هذه بالثمانين او واحد وثمانين او واحد ثمانين ثمانين وطلعت وصاهمنا فيها كلنا لكن وين هي الحين راحت مو لا سبب سببنا ما انا اعرف انا شا اللي قاعد يصير عندنا خاصة بالجانب هذا يعني كل شي لما يكون دور دور سينما اي بيارض فيها فيلم الولد هذا الشاب اللي خسر على الفيلم هذا يمكن اخذ غروض من البنك وحط على الفيلم علشان بس يقول ها اقدر اواصل ولا لا فما احد ساعده من خالف لا يعرضونا وياخدون النسبة الاكبر اهم وهو يعطونا الشيء البسيط ايه هذا الحاجة لا في حضور في حضور للأفلام وانا حضرت يمكن مرتين في حضور فعلا ليس الافلام اللي انا قدمت بس لا حتى افلام لي مثلا طارق العلي للشباب حضرت لانا ما في احد ذكر هالشيء بس اذا كان هالشيء موجود ان شاء الله يستمر ان شاء الله تكون في صناعة حق السينما السؤال الثاني شاركت مسلسلات افلام ومسرح وذاعة انت عندك مسلسلات إذاعية تقدم اذا بقول الفن ما يوكل خبز هو يوكل يعني يوكل مو بس خبز يوكل عقارات يوكل بيوت يوكل داخل وبره الكويت سواء عقارات بالكويت ولندن وغير لندن ليش ما نشوف استاذ جاسم بهذا الثراء الفاحش هل بسبب مشاركتك حق كذا مسلسل او مسلسلات وايد بس لي مجرد وجودك تبي تكون موجود ويكون النص عاجبك او الموضوع يكون مادي من قبل المنتجين ولا وين المشكلة بالضبط الآن انا لست مسؤولا عن نفسي انما مسؤول ان ردت فعل اهلي كلهم فيحاسبوني على ما اقدم احاسب والجمهوري اهم اهلي هم يحاسبوني فعلا على ما اقدم ولكن كيف هي تعامل معي البنتج مكاسر مكاسر مثل كانت تشترين يعني من دكان من شه لا والله عطان شغلة بخمسين لا خلها خمسة وعشرين لا وحنا ما نقدر نقعد لازم انا وغير يعني اللي بسني قد يكون السن هذا قليل مني التفت له من الكتاب عرفتي يكون كل شخصياتها مش هي عنده ما يخذقه كأساس للعمل يعني انت معا ان الممثل الكبير يكون اجره ثابت واجره مرتفع وما حد يقدر يناقش فيه هذا يكون حق من حقوقه انا من وجهة نظري اشوف هالشي بس هل من وجهة نظرك انت تشوف ان السعر لازم يكون ثابت وعالي على اي عمل ولا ممكن ان اتنازل هني او هني انزل شوي حسب اذا كان هذا يعني انت شوي المنتجين الله اعطيهم لكم بعض المنتجين حتى من ينتج الاعمال اللي لها قيمة شوي خطران عندي الحين في الساعة هذه في الدقيقة هذه انسان انت باع سياردة عشان يكمل الانتاج في حين انه قدم اعمال جدا رائعة السنة هذه والامل الماضي لكن في عين ناس اخر قدموا اعمال ما ادري ياختونهم برا ويعطونهم برا غير ويعطونهم شد لان هذا اللي انا اذا كنت انا اقدم لي هذا المجتمع لمجتمع الو الكويت عمل تراثي كويتي هل ليس من حقي ان تدعمني يجب ان تدعمني الحكومة لا لا قد ان تدعمني هذا الميقبلون لا موسيقى في الاحمد برا ينجح ويتكلم كلهم لا وجمهورنا شافة من خلال قنوات اخرى لكن ما نزل في التلبسون الكويت ليش سبب ما فيه اجري كل اللي يقال ان حتى اللي قال ان اعماني ما اعماني انا في اعمان وقلت لهم قولولي اذا كنت اذا كان في هذا الشي يمس يمسكم مثلا فلو ابدا احنا كل اباءنا واجداد اكثرهم اشتغلوا في الكويت اخبروا احبدي بالذات اخر سؤال بس شرهان على قناة الكويت فيك حرة عليها فيك شره عليها لا مهرة انهم لازم يكون هناك يعني يكون منطقيين في في اعضاء المنتج منفظ المنطق شنو انا قدمت السنة عمل جيد افلان قدم عمل لكنها هابط هذا الشخص اللي قدم عمل جيد اعطيه العام القادم بعد لانه بيكون افضل وهذا الشخص لا احرمه علشان يقدم الشي طيب بعدين لكن المسألة لهم بكل شي بالعكس هذا يقدم لي السيء هو اللي ياخذون ويخلونا هذا العمل يعني يحرموا لا موسيقى في الاحمدي وقصصوا مشاهد حص النبهان بالمسلسل وهم ما عندك شره عليهم هل انت راضي عن قناة الكويت نفسها عن اللي قاعد تسوي قناة الكويت يمكن من ناحية الدعم العمل فقط لكن المشهد هذا اللي يقطع فيه هذا فيه محمد علي رود هذا المشهد هذا ما قطع التلفزيون أنا لا أحمل التلفزيون لكن فيه رقابة حمل الرقابة هذا موروث والمفروض الموروث في أي مكان كان سيء كان حسد المفروض أنه يشوف الجمهور يعرف وما ننسى مثل ما لما أي محمل من المحامل بوم من لبا متدري بوم أشوف جمعت بس لما حط دين علي والله أحس بحركة البحرية على السطح والله أشوف كأنه في البحر هذه أقول أنا ويمكن قلتها مرة في السفار سفار هو البوم سفار من الأسفار ما منعك أتوق إلى لثم أيادي من صنعك شوف الفترة من صنعك من أصنعه أصنعه التاجر اللي ياب الخشب أصنعه الحداد اللي سو المسامير أصنعه القلاف اللي أصنعه الأستاذ اللي أشرف عليهم أصنعه دماتش دامش الحبل هذا الحبل أصنعه هذين اللي صنعه فأقول شراح الشراح اللي هو يشراح الخشب الميبون مو كل واحد يشراح الخشب ويطلعه نيبون كتلة الخشب كبر هذه وأطول فأقول أتوق إلى لثم أياد من صنعك شراح وقلاف وحداد ودماتش ودماتش حبل سافرت وأبي بحق الله شراح عموماً يعني هذا شيء اللي دقلي حر الرقابة يجب أن تكون شوي مع يعني تعطي المجال لما كان فيه فسحة من الحرية الطارح كنا نشوف أعمال يعني لو بنعيد الحين أعمالنا اللي قبل سنة الثمانين ممنوع نقدمها مستكلة بالخير أستاذ جاسم وأجر وعافية إن شاء الله وما تشوف شر خلنا نرجع الحين مياه في الرمضان اللي فات عندي سؤال من خلال متابعتنا لمسلسل محمد علي رود لاحظنا أن دور الفنان جاسم نبهان يعني نوعاً ما كان محدود يعني شنو الأسباب هل هي مثلاً أسباب إنتاجية وفي أسباب أخرى أو التزامات مع مثلاً أعمال أخرى لو تابعت الأمل الفني تكون من عناصر عديدة لكن لو أسقط هذا عنصر منها العناصر العمل ينزل الأم لازم تكون أم ويكون كل مصداقية توصل لك صورة صورتها بلفتها بحركتها بمكياجها به بعناها أم لما أنت يعني تقول لا والله بدال هذا أخذها بنت سن نفسها هذا لا أخذ بنت صغيرة واحد لها مكياج رأس تكشفت شخصية إذن لا مصداقية في هذه الشخصية لما طرح علي هذا العمل كانوا هم بادئين العمل على فكرة كانوا بادئين فيه شغالين كنت أنا برا فلميت رأس قالوا هذا الدور بس الدور قلت خلاقرة أشوف من قراءة مشهد واحد الصفحة الأولى بس في آخر جملة وقد يكون لما قال يقول لي يقول لي الشيقعود يا أبو عبد العزيز الشيقعود قلت له الشيقعود شو هذي اللي أضفتها أنا أثناء ما أول قراءة لي في الليل شي بس الشيقعود وما تر فيه برا وخيط تم توكل على الله متأيكم تسجيل رغم أن أنا عندي عمل ثالي كنت أشتغل فيه متأيكم لأن المفردات كانت رائعة والكاتب الشاب هذا محمد أنور هذا أنا توقع أنه بيبرز فالمسألة أن الدور بقيمته مبطولة هل أقنعك أبو عبد العزيز ولا لا أنا راضي يعني حتى مثلا من الأسئلة أن في مسلسل راحة الأيام أنت كنت تاجر تاجر ممكن نقول العقار أيضا في مسلسل حمد علي رود تاجر وأيضا تاجر عقار لكن ممكن هني كنت دور شرير هني دور يعني نتوني نقول طيب يعني هل هذا مثلا ممكن أنه بعدين يأثر على الشخصيتين بالنسبة بمشاهد يتخلون عباد أو شيء كفير رايك لا لا أبدا أنا هل أقنعتك في دور أبو أحمد في راحة الأيام أقنعتك هل أقنعتك في أبو عبد العزيز هناك أبو عبد العزيز في محمد علي رود إذن أنا أنا لا أجلس في النبهان هناك أبو أحمد وهني أبو عبد العزيز إذن قدرت أني أنا يعني أحل المعادلة تقريبا عدل هذا اللي أقصد أن البحض يجي أنا لما يقول يقول في فيلم يقول أبيك تصير بس أبوي بس لها من باب التشجيع معه أكون معاهم من باب التشجيع وهذا وهذا واجبنا شنه العطاء حتى أني أنا أشوف الرضا في عيون الآخرين الرضا في عيون أبنائي هذا الجيل القادم اللي بيحملون رسالتنا إذا كانت هناك رسالة عندنا هم اللي بيكملون المشوار فلازم أدعمهم وهناك مثل مثل ما أنا أدعموني لما دخلت المسرع الشعبي أول مرة المثل يقول زرعوا فأكلنا فنزرع فيأكلون ما نزرع عشان نحن نراكل لا نزرع فيأكلون إذا عندي بس سؤال أخير يكون خفيف إن شاء الله عليك إحنا سمعنا من مصادرنا في مسلسل محمد علي رود إنك استاذ جاسم تمتلك يعني حجرة ذهبية صوت جميل هل ممكن نسمع صوتك لا لا عددنا نعتدي على حقوق الآخرين لا 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 هذه كلنا ندر حتين قبل الحريم ندرون في المطابخ شون بالله يعني يعني يصنون مطربين ولا مطربات كلنا في لحظة الماء وانت سعيد تستحضر أغنية معينة فيه تقول هذا على الحين جميل ما في ما في لو مثلا نسمع حتى نسمعنا أيضا إنك ما شاء الله هو شيء معروف أصلا اللي هو إنك شاعر فهل نقدر نسمع منك أبي إنك تشعر تقول شعر من زيرياتك ماك والله أنا خواطر يعني مهي مرتعين عذاري والله أين عذاري لا أنا بقول لك اللي تمنعني هذي في يوم رات على السيف مع اسكتلندي زاير نو كان مشارك ويانا في المسرحية ريتشارد الثالث فقال لي أنا أحب البحر وهو بحري بعد قال لي أحب البحر أشوف وأنا قريت عنكم منكم بلد بحري إن شاء الله خدت بالسيارة وطلعنا أدور اللي نقع ولا ماك ولا نقع وكانوا هذا كل وقت يبنون المهلب اللي في المتحف بعد ما أحرقوا الجماعة فأنا فأنا تأثر تأثر سكتر منها أحب المتحف قلت لها لا موجود في الأكواريوم في هذه فأقول عندنا يا أخوان شي فوق العجيب اهدموا الأسوار وطموا كل أين وجليب حتى لنقع ما سلمت وصخر الصور العجيب وسفن عبابة لبحور الهند والسند والخليج عز وفخر لعيالها عيال الفريج إزالة وأمر بعدامها شنه سد الطريج اللي ما لها أول يسنده يغذيها الشن الرجيد هذا يعني قال خالد الفرج رحمة الله عليه شاعر الكويت شاعر الرائع قال رأيت فدفدا لا شيء فيه يعني هذا فصف الكويت في الأول رأيت يعني الصهد رمل ما في شيء لا ماء لا صخر لا شيء ومين الإنسان الكويتي ياب الصخر وبنى المرافق هذه اللي هي لنقع يابنى من البحر مثل ما طلع اللولو غاس عليها في البحر يكسرون في الحيشان منطقة الحيشان لهذا حيشان صخر كسرون وحطون تشاشيل اللي هو نوع من القوارب الكبيرة تشاشيل التشالتيل وينزلون الصخر وكان واحد بواحد فقد ريوله منطقة طبيجي ولا الهيب ينزل على ريوله ألام هذه هالصورة هذه هل تناولها أحد من الكتاب كتاب عنها إحنا للأسف بعيدين عن واقعنا بعيدين عن تاريخنا ولا يبوننا إحنا نمارس هذا الحق هذا حق يجب أن نتكلم عن تاريخنا وتاريخنا البحري يزخر بالقصص الكثيرة لأن البحار معاناة الوحيد اللي تكلم هو سيزيف محمد الفائز هذا الوحيد اللي تكلم عن معاناة البحار فهذا قلت لك اللي تابي وخلت نعاني ربك العافية واحد شعور بزاك نبدأ مع عبد الوحيد ربك 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 يا حلا ربك 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 سلم أول بعمرك عشاء الله يلبسك دائما ثوب الصحة والعافية آمين يا ربك سلم كجمعين بإذن الله أنا عندي سؤال بسيط يتعلق في الأدوات اللي عادة تخرج تخرج العمل الفني وهذه الأدوات تطورت مع الزمن من كاميرات والمايكات والمعدات بشكل عام ولكن المشكلة بأن في الماضي كنت تشوف بأن العمل الفني هو يعني هذه الأدوات المتطورة أو المتطورة تكنولوجيا ما كانت متوفرة وطلعت أعمال يعني رهيبة يعني علي جناح التبريزي افتح يا سمسم ودقة الساعة وكل عمل يقول لك الزوج عندي ولكن اليوم مع تطور هذه الأدوات قللة القيمة شنو السبب؟ عمال بأن هذه الأدوات قادرة أنها تخرج مثل القيمة وبشكل وايد أفضل شكراً شكراً عموماً التقنية والتي تكلم عنها التقنية في المسرح تطورت ولكن للأسف لم تستقدمها الأجهزة أو المسؤولين لم يستقدموا هذه الأجهزة في المسرح المسرح لهم المجلس الوطني بالذات أنا أعني لأن المسرح تصغصها فالمجلس الوطني متى مكان عنده كادر كامل لكل مسرح وتقنيات وكل هذه ممكن نشوف أعمال مسرحية رائعة لأن المسرح كذا يعني منظر أشوفها جدامي أرتاح منه هذه ناحية استغلال التقنيات هذه في المسرح هم مهمة جداً فيها عملية الإبهار في عملية يعني فيه شكلات كثيرة في الأول كنا نستخدم رغم هذا لكن رغم يعني قلة هذه الأجهزة المتطورة مجرد على بس كان هناك دراسة للون دراسة للظل دراسة يعني حتى مع جملة معينة مع العلم مع العلم أننا الأول ستاتين سمهم بالسكين يعني الإضاءة لكن كان منضبط منضبط الإضاءة جداً عندنا في الأعمال المحلية أو الأعمال اللي في اللغة العربية كان تشوف عرض رائع تطلع وانت مرتاح كمشاهد اليوم رغم هذا لكن الأبعاد أصلاً الأبعاد أبعاد الصوت عندك كنت قاعد في الصالة هي تطلعت هنا الفيزيك لأن واحد هناك واحد عندك هناك والصوت واحد ما يصغير فالأول المكروفونات المعلقة هذه أوقع كثير حق المشاهد فيك الصوت من مصدرها صاب هذا المصدر هناك بعيد إذن هنا استغلال عندنا استغلال التقنيات مو بالأسلوب الصحيح ما يستغلون بالأسلوب الصحيح أنا معك يبقى هنا على الأعمال الثانية هذا مسرحيا مسرحيا إحنا ينقصنا حتى في الأعمال في المسرح مسرح عبد الحسين عبد الرضا في السالم الله يرحمه هذا المسرح فيه تقنيات لك ما يقدرون استغلوا فيها وكلها لاشتغلوا فيها تطلع عيوب بعيد لكن لما نشوف التغنيات اللي موجودة في مركز الشيخ جابر الأحمد رحمة الله عليه نشوف التقنيات والمخرجين اللي يجون والمسؤولين عليه لا نشوف تقنيات فعلا الإنسان قادر على تسخير هذا للعمل الفني فهني المسألة راجعة لمن راجعة للمسؤول لمن المسؤول عن هذا الجهات مسؤول عن هذا الموضوع إن كان مخرجا أو كان فنيا بالنسبة للدراما هذا يختلف الأمر في الأول في عندنا خارجي خاصة في أعمال اللي هي من الموروث ولا من التراث كالفرسان الثلاثة أو العلباب والأربع الحرام كلها بره وكان التعاون من الدولة كلها يعني الكلية العسكرية كانت تعطينا الخيول والفرسان والشيء معانا كل الدولة اليوم ما في هذا التوجه ما أدري عن الشيء اللي صاير وكأن الفن هذا شيء للأسف يعني ما نبي في حين أنهم مسؤول كل المسؤولين لما يشوفون إنسان فنان يحتربون ويبدلون ويقول نحن نحبك طيب الحب مو بالكلام الحب بالسلوك بالتصرف فأتمنى أننا يعطونا المجال أو أن المعهد خريج المعهدين المعهدين خريج المعهدين يكلهم مكان في مركز شيخ جابر الأحمد الله يرحمه لأن فيه ثلاث مسارح اللي ممكن يقدمون عليها أعمال مسرحية بتقنياتهم اللي موجودة مو شرط أنها التأجر حق الشركات يعني هذا اللي هو الأوفيس اللي أنا الجانب الآخر الشباب هناك يون خريج المعهدين ويقومون فرقة تنتمي إلى مركز الشيخ جابر ممكن نشوف الإبداعات لأن شبابنا فعلا مبدعين الحمد لله على السلام أستاذ جاسم الله يسلم شوي سؤالي يقول ما هي أسباب انحدار مستوى المسرح والتلفزيون الكويتي وتحول من تقديم رسالة هاتفة إلى تجارة صرفة شنو أسباب انحدار مستوى المسرح والتلفزيون في الكويت وتحول من تقديم رسالة هاتفة إلى تجارة صرفة كفو عليك سؤال خطير عموما المسرح لم ينحدر إنما إذا تفرقين بين المسرح الاجتماعي اللي بر اللي موجود يعني بالساحة أو المسرح ما يقدمون الشباب أثناء المهرجانات هذا شيء آخر هذا كل إبداع ما في لكن المسرح اللي تقصدين هو المسرح الموجود اليوم في الساحة هذه هذه الأعمال على ما يقوله هم تجارية وأنا اللي أعرف عن التجارة أنا فيها شرف لأن لا يمكن النتاج اللي يقدم بضاعة طيبة ولا يكون غشاش إذن هذا المسرح غشاش أنا زبرة لكن على يعني بصورة عامة هذا طبعا الشيء صحي إلى حد ما صحي علينا تصحيها علينا تصحيها من خلال التنافس كما كمثل ما قلت بساعة التنافس بين فرق كبيرة لما أنا أشوف هذا يعني حالنا اليوم حال برندلو وهو برندلو هذا كاتب ومخرج وصاحب مسرح إيطالي في يوم ما ما قام أحد إلى مسرح ما يحاضر الجمهور فقال شوفوا القصة شو القصة هناك راح هناك ولا شافوا المسرح مليانة فارجعوا له قالوا ترى الجماعة يقدمون هل يعني يقدمون شغلات هل ناسقون هالشغلة قالها وضع إعلان الليلة نرتجل يعني هذا قد مرتجل الليلة نرتجل إعلان جاء الجمهور هذه المسرح هذه المسرح هي رائعة هذه حالنا الحين بس هنا لو أعرفت أنت الثالوت في المسرح ستيج وممثل وجمهور هذا الثالوت عدل وضع هذا الآن تبدأ المسرح شوف يوين هذا الذكاء في هذا وقدم عمل جدا رائع قال كل اللي بيقول عن المسارح الأخرى من يعني بقير تشفي يعني المخرج القزم وشغلات هذه كل هذا بدون يقول هذا المسرح موزين إذن هنا في حال التنافس نقدر نكتشف طيب من غير طيب يجب أن يكون هناك حالة من التنافس بين المسارح الأربعة اللي أسستها اللي تأسسه مع بناء هذه الدولة مع بداياتها أدعمهم كمجلس مجلس الوطني يدعمهم يعطيهم مسرح يقدمون فيه طول الموسم مسرح شهر 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 مثل ما كنا في الأول واللي طلعناه هو التنافس والتنافس مفهومهم أسبوع على خشبة مسرح وحده ناكو الشبابيون يروحون ونفس الجمهور نفسهم وهم اللي شايف قبل خمسين سنة وهم نفسهم اللي حضروا أنا أنا قبل جمهور الشارع هذا فقضية أما التلفزيون فالتلفزيون البرامج التلفزيونية فشغلة هذه أقول لك في يوم من الأيام كان عندي كان عندي لقاء براء الكويت في أحد القنوات فقالوا لي نفس السؤال هذا قلت لهم لأنه يقدم المنتج يقدم تفريغ العمل الشخصيات فالقناة اللي قال منه هذا قال عندي فلان وفلان 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 هذا يقول لا أنا أبي فلان وفلان 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 يحدده المنتج اللي اللي بيعرض عند الجهة فهذه القضية اللي قلت نشوف هذا للأسف يعني إلا بعض الأعمال الآن في حالة من الانتباه في حالة من الاعتدال لو شفنا ما قدم مثلا اللي قدمتها حياة السنة هذه واللي قدمها لأخ حبيب غلوم في الإمارات واللي هنا عندنا مثلا محمد علورود والثاني الراحل الأيام شخص بدت الحالة تغير إلى حد ما وأتمنى إن شاء الله أن نشوف لأن احنا مسؤولين أن اليوم مسؤولين أن منقدم احنا مثل البنان اللي يبني مثل المهندس اللي يبني العمارات يجب أن تبقى مئة السنين فمسؤولين احنا ومسؤولة طبعا حتى أن أخت ليلى ويانا هي مسؤولة زي منا استاذ جاسم عندي سؤال بمناسبة حديثنا عن براندلو وعن الإمارة اللي المحلوظ نبنيها عرفناك جدام الكاميرا كممثل شنو عن دورك ورا الكاميرا بالتحديد كمهندس ديكار أنا خاصة العمل التراثي أو التاريخي يهمني نتكون كل المفردات متجانسة لأن مفردة مكانها رأسا يلقطها ولو إنما يعرف المشاهد ما عاشها لكن يحس أنها غريبة على المكان إذن هنا اكسرت المود مهلا في مفردات اللفظية لم تدرت للأسف يعني أنا معات في هذه في بعضها هذه لو أنا قلت للكاتب طرح إلي شيء ما تحدث قول لي أنا بدون شيء قول لي من بدأت ما تكتب لأن بعض المفردات تعطي مثل مثلا الأستاذ هيفا لما قالت خدامة ما أكو خدامة هذا كل وقت هذه اللي خذوها الجماعة هم شو خدامة من فلشة ما يصير لا قبل فيه داية بتقولوا لي لا داية هل ولادة لا هذه قابلة الداية ياتنا بعد الستين لما يعني استقدموا المصريين أكثر عندنا صارت الداية اللي هي خدامة إحنا الداية اللي هي في البيت يعني فيه طبقات منهم كذلك الداية غير الخدامة بعد ما صار بعدين صارت خدام بعدين في الأول الداية والداية قريبة من النا قريبة من أهل البيت من بعيد عنهم يعني في الداية فيه غير بعد ما نتكلم على الديكور المسرحي الديكور أكثر المسرحيات اللي اشتقلتم مع عبد الرحمن ضوايحي رحمة الله عليه إن كان كمخرج أو كمؤلف فيهمني إنه يكون يعني دكور حسب تصوره أعرف أعرف شي بي فأسوي أبني بعض الساعة يعني جنونه لكن جانب تكامل للشخصية في وانا طبعا خلف على الأخوة وتقلمهم بحر التعازي إلى الأخوة في البحرين لأن راشد معودة توفي وهو كاتب أحد الكتاب البحريني رحمة الله عليه وكان العمل عندنا اللي هو عمار رقم عشرين عمار رقم عشرين لأه فبو ضاحي أو الحشاش مع الحشاش كان يمرنا فخلقه يعني التأديل بسيط عدلنا ولأ هي نفس المسرحية فهينا للشخص دكور هي نفس هذانا نفس أنا أخذ رغم أنا دوري ثقيل داخل لكن حبي لهذا العمل أعطاني يعني وأعتقد أن العمل هذا الأول بالنسبة لبناء الدكور أما في المسرحية الأخرى فأنا كزوجة بسوق المناخ أو فأنا هو تصميمي أو العاجل يقول أنا هذا لا أنا تصميم وهذاك تصميمي لكن أنا متفاعل مع العمل وعارف شي يبيه المخرج وعارف شي يبيه المؤلف في نفس الوقت وإذا كان هناك تكامل فإحنا دورنا أن لما أتعلم وأتعلم وأعرف كل مفردات المسرح كل مفردات بيتي إذا أعرف هان شونا عالجة هذا أول ما دخلت المسرح وقلت شي إياها أول ما دخلت يوم عشرين اثنعش اربعة وستين المسرح كانوا بيعملون يعملون مسرحية بيعيدون مسرحية للشعبي فقال لي بضاحي دورك قلت لا أنا ما أبي لابعد ستة شهر قال لي ليش قلت لي بطالع المسرح من ورا عملت الكسسوار وضبت تمام الكسسوارات كلها اللي ورا طلعت على الشوايا فوق داخل الصندوق الصندوق المسرح فوق وطالع هذي الحبال شلون شلون يرتب الستارة شون ينزل كل هالأمور هذي فعلا أخذت وقت واش سقلت أول خلط يا ناس من كتابة صالح موسى الله يطول بعمره واخراد أظن بضاحي أو خلد خلد أظن صقعوي ولا نسيت وهو واصلت بس واصلت على دراية حتى الإضاءة اشتقلتها أنا مع محمود نصير الله يرحم بكياج اشتغلت لما رحنا مكياج ها مش اشتغلت فالمسرح يجب أن يلوم بكل شؤون المسرح كل مفردات أعرف وهذا وهذا لابد نكون ولا شنه العطاء والعطاء أني أنا أقدم خدماتي للعمل المسرح والفن لابد لابد راية تفضل قوة لكن واحد برقوبة المرحوم وإحنا فيه بلندن هذا قال له قال له عمل برقوبتك يا بعدنان رحمة الله عليهم لاثنين وعمل برقوبتك يا جاسم أنا راحت كلمت جمال وأول لمس كلمت بعد من تركي على هذاك العمل ما وافقوا علي قال قال لي المرحوم أبل السين إذن لو ينا نقدم أكثر من هذا عزيزتي ينا بنعيد مغامرة رأس المملوك اللي أنا قدمتها هني بال خمسة أربعة ستي خمسة أربعة وخم سبعين خمسة سبعين وطلعنا فيها إلى البحرين وطلعنا فيها إلى مصر وطلعنا فيها إلى تونس وبتونس وبمصر في كل مكان يعني تحقق شي الجمهور لم ينقطع يعني أربع عروض هناك من ألف وانتين والجمهور يبي زيادة وهذا حدنا اللي أنا بننتقل في مصر نفس العملية وكان هناك الدكتور زكي طليمات والاستاذ الداعم للحركة المسرحية حمد رجيب رحمة الله عليه موجود وكل أبطرات المسرح المصري موجودين وحاضرين هي المسرح هي من أخراج الأستاذ رحمه الله له أحمد عبد الحليم فهذا العمل قدمت طلع وقف أستاذ زكي طلع على خشبة المسرح حتى هنا قال اللي أنا بقوله أنا أخذت الشهادة بهذاك الوقت بهذاك العرض لما قال قبل عشر سنوات قبل هذا الجي وقال لي أني أخذت منك أنا ما رح أكمل المعهد ما أقدر لأنه عندي أمور عائلية كثيرة فلكن أخذت منك عجز من بيت من الشعر وسوف يكون هذا هو حكمتي بالحياة وهو كل شيء بالمراس يعلب وقد مارس وعلم هذه الشهادة 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 اللي استلمت منها وقد مارس وعلم وصف وكان في كارين شنايدر من أمريكية ممثلة أمريكية في في الأول كانت موجودة يقول لها استاذكي فهمت شقالت فهمت كل شيء رغم أن المسرح هي باللغة العربية وراهت شوف أثر المسرح هني اطلعت من مصر راحت إلى المتحف البريطاني في لندن وطلعت واتصلت في نور رضا علي حسين موجود ممكن يقول بعد الله يطول بعمرة كانت اتصل في المسرح الشعبي قالت أنا يا بوياي هدية لكم يابت لنا ماذا أبناء السندباد لألم بايل أبناء السندباد يا بتمنا هناك واخذنا احنا بعد الطلماء من لبنان ورحنا حك علي النيدي كان هيا الله يرحم لهن اخذ الني رحنا قال شوف تسوونها مسرحية ولكن اي غلطة والله اطلع لكم على المسرح ووقفها الله يرحم الله يرحم المسرح شوف وين هم ذي اليوم اليوم لو بنعيد اي مسرحية يمنعون الجماعة كل لا ما اللي قدمون على المسرح الان واللي شاير للأسف الافساد الضوء الام يبيله ناس ينتش له من ينتش له اذا ما كانت الدولة هي الاساس ويه الدعمة لللي قادر على الانتش الله يعطيك العافية امي بارك امي الله يعطيك طوط العمر ان شاء الله واجره عافية ان شاء الله امي انا سؤالي لك انت اليوم عقب هالتاريخ الفني عسى الله اعطيك طوط العمر كانسان شون تقيم اعمالك اللي هي الفنية والتلفزيونية والاذاعية بعد للحين كل اللي فات راح هذا دامني عايش بعد ما قدمت شيء اصبوا الى اني اقدم شيء اللي يبقى كذلك في اذهان الجمهور الكريم لانا ما قدمنا شيء يعني الجانب الوطني التاريخي اللي هو انا شايف ما تغلغلنا في عمق تاريخ الكويت الى الان والمفروض انه هذا اللي نقدم نشأتها انا افتخر طبعا في العديد من الاعمال افتخر في اخوان مريم من الاعمال الرائع وافتخر فيه جدا وافتخر الشخصية اللي قمت فيها اللي هي شخصية الحاكم الاول صباح بن جابر رحمه الله افتخر في في البحراء مثلا نيران افتخر في افتح يا سبسل برنامج لاطفال افتخر حتى في هذي اخر عملا اللي تكلمت عنهم ابنيتي مساء هو اسهيل وزهرة لوتس او اسهيل ورحلات السندباد السبعة اعمال حلوة لكن بيودي بعد اكثر لان عندنا عبدالعزيز الرشيد ما قدمنا عننا شيء وهو مؤرخ لكويت عندنا عبدالله اليابر ما قدمنا عننا شيء وهو يعني هذا معلم لنا وكل وايد عندنا افذاد شعراءنا ودباءنا كثير يعني ما تناولنهم ولا تناولنا حتى الرجل البحر الكويتي البحار تناولها بالصد بالصورة الصحيحة يعني احنا انتقدنا قدمنا نقدعنا لكن هل هو هذا هو الصد هذه الصورة بس في الصورة الاخرى ناصعة هذه ما قدمنا لان ما كم اعطياتنا بسيطة جدا متى ما قدرت انا اني اصيب نخذ على محمل رايح يمخر باب المحيطات ويوصل الى من بي هذا كل وقت انا اقول لك خلاص انا قدمت لي انا راضي بارك الله فيك شكرا بارك الله فيكم شكرا على تلبيتك بالرغم كل ظروف والشغل والحضر فيكم حاضرين في اي وقت حاضر شكرا شكرا لكم شكرا